الناس في محافظ ذيقار لا يعلمون ان اول المطارات التي انشئت في كوكب الارض قبل خمستالاف سنة قبل الميلاد انشئت في ذيقار وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الاخرى فضائيون ومركبات فضائية ومطار بالعراق منذ خمسة الاف عام قبل الميلاد تصريحات القاها الخميس الماضي وزير النقل العراقي الحالي في حكومة تكنقراط مفترضة حين كان يزور مطار ذيقار جنوب العراق قد الانشاء مشيرا بين الكلمة والاخرى الى كوكب الارض لتحديد اطر تصريحاته فيما تحول الوزير العراقي الى حديث لف كوكب الارض يتوفر في اجواء ذيقار هو اجواء ايجابية بمعنى ان السومريين لما استقروا في هذه الارض كانوا يعلمون تماما ان هذه الارض باجوائها هي اجواء ملائمة للتحليق دين دي بندنت كتبت مقالا طويلا حول هذه التصريحات نقلة باستغراب عن الوزير ان الحضارة السومرية انشأت اول مطار في التاريخ من خمسة الاف عام قبل الميلاد والاهم ان مركبات فضائية كانت تقلع منه باتجاه كواكب اخرى مواقع التواصل بدورها ضجت بهذه التصريحات وهذا بعض من الصور والرسومات التي تم نشرها ولاقت رواجا في العالم الافتراضي فيما وصفت تصريحات الوزير قاذم فنجان بانها انفصال عن الواقع اما الرجل على يمين الشاشة فتظهر على وجهه الدهشة والاستغراب من الكلام الذي كان يسمعه من الوزير كلام اشار اخرون على ان ابعاده مأساوية حيث اعتبروا ان الوزير حر برأيه ومخيلته في مجالسه الخاصة لكن تصريحا رسميا في حدث رسمي انما هو امر غير مقبول وعدم احترام للعراقيين ولعقولهم وتابعوا بان وزير النقل الذي هو على اساس تكنقراط كان يفترض به التحدث عن اهمية المطار عن طاقته الاستيعابية عن مردوده المالي عن عدد الوظائف التي سوف يؤمنها عوض اسماعهم هكذا كلام الملائكة كانوا يطيرون بجناحين وبثلاثة اجنحة وباربعة اجنحة وكلهم سوبريين بديع يونس الحدث وعميق وربما لا يعلم به حتى البؤرقين